يعد الشعور بألم خفيف بيئة البطن من الحالات الشائعة عند معظم الناس وغالبا بينما يشير ألم البطن الشديد والمفاجئ أيضا إلى وجود مشكلة كبيرة وهي بحاجة الحل أيضا بعض الألم أو الألم بطبيعة الحال هو علامة وحيدة على ضرورة وجود عمل جراحي قادم خلينا نقول سواء أكيد عضي يعني وألم البطن يمكنك تترافق مع الفصل البارد لنقدر أن ميز بين الحالة فعلا يلي هي بحاجة لعلاج أو ربما جراحة والحالات العابرة هنحكي اليوم بالتفاصيل مع دكتور ياسين يونس الاختصاصي بالجراحة العامة والتنظيرية أهلا وسهلا فيك دكتور أهلا وسهلا فيك دكتور رشغفنا في ناس بتقول أنه في هيك وجع مثل اللمع في ناس بتقول مغصص يعني بتتنوع الناس كيف بتعبر عن ألم البطن فهذا دليل على أنه هناك أنواع لألم البطن إذا بتطلعنا عليها نعم الألم البطني هو عنوان عريض جدا واسع جدا ومهم جدا هو العرض الأشيع والأهم والأكثر جدية بتعاملنا من خلال اختصاص الجراحة العامة الألم البطني الدافع الرئيسي لمراجعة الطبيب لمراجعة المشافي وبشكل خاص أقسام الأسعاف طبعا إذا بننميز النوعين الأساسيين للألم البطني هو الألم الحاد المفاجئ والألم المزمن مقاربة مريض الألم بده هدوء تركيز واحد يحط بباله كل الاحتمالات الواردة لهذا الألم لأن البطن يحوي الجهاز الهضمي الجهاز البولي وخاصة الكليتين والحالبين والمساني والجهاز التناسلي وخاصة عند السيدات وما منغفل كمان الألم البطني المترافق بأعضاء الجسم خارج البطن مثل الصدر بشكل أساسي قد تكون أسفل البطن بالحوض والمشاكل المفصلية إذا اعتبرنا أو التناسلية دكتور بهذه الحالة في أسباب متنوعة للألم البطنية بس كمان في نقطة كتير مهمة قلت أنه ممكن يصير الألم مزمن يستمر مع المريض فشو هي الأسباب اللي بتخليه شيء يصير؟ هلأ إذا بدنا نقيم الألم البطنية لازم نميز بين الألم الحشوي والألم الجسدي الألم الحشوي كذا عنصر بجهاز الهضم إذا نحكي عن مستوى جهاز الهضم بيعطوا ألم بنفس المكان وهذا الشيء يرجع لطبيعة التشريح البشري والتشكل الجنيني على مستوى أنبوب الهضم من ألم من مستوى المري وحتى مستوى العفاج أو الأسنين عشرية تتظاهر الألم الحشوي الخاص بهذه الأماكن بألم الشرسوف أعلى السرة المكان التشريحي اللي بعد العفاج اللي على مستوى الأمعاء الدقيقة وحتى بداية الكولون يتظاهر بآلام حول السرة الألم الهضمي ما بعد هذا المستوى من الكولون وحتى الشرج يتظاهر بآلام أسفل البطن هذا هو الألم الحشوي اللي بيكون ألم مبهم هو ينزر أو يؤشر إلى مشكلة بهذه الأجزاء الألم الجسدية الموضعة الخاصة التي تؤشر على مكان المشكلة في عنا لما يصبح الألم الجسدي مثلا نحكي على أشياء الأسعافات الهضمية أو الجراحية العرض الأساسي فيها الألم هنا الالتهاب الزايدة مثلا يكون الألم في أسفل البطن وعلى الناحية اليمنى ألام المرارة في أعلى البطن ألام القرحات المعيدية تكون في الشرسوف وهنا تكمن أهمية استجواب مريض الألم بشكل دقيق كيفية ظهور هذا الألم هل هو حاد مفاجئ أم مستمر مرافقات هذا الألم ما هي الأعراض الأخرى التي رافقت هذا الألم الأقياء الأسهال النزف الحرارة لازم نسأل عن الوضعية المريض يحاول يبحث عنها حتى يرتع لكل مرض لكل مشكلة في وضعية هي توجه إلى تشخص هي تكون عنصر إضافي في التشخيص لكل مشكلة أيضا دكتور هناك مضاعفات في حال تم إهمالها أو تم تجاوزها يعني بعض الألم قد تكون خفيفة أو مقبولة أو بيئة المسكينات مثل ما نقول شعبيا بيمشي الحال فاليوم مضاعفات إهمال هذه الألم البطنية طبعا هون الإهمال إهمال مشكلة حقيقية وحتى ندفع ضريبة قد تكون ضريبة مكلفة جدا على حساب صحة المريض إهمال هذا الألم هلأ بشكل عام الألم الحاد المفاجئ المستمر حتى لو المريض تناول المسكينات من ذات نفسه أو بنصيحة نصيحة اجتماعية أو نصيحة كائلة من تكون حيستمر هذا الألم حيجبر المريض أنه يطلب النصيحة الطبية والتشخيص في الألم المزمنة إهمالها هون بيكون مشكلة كبيرة لأنه في عنا أمراض مهمة أمراض حساسة إهمال هذا الألم فيه قد يكون هو المنزر الأول في حال تأخر في طلب النصيحة الطبية وتأخر التشخيص ها يحمل احتمال تفويط الفرصة فرصة الشفاء على المريض نذكر مثال أورام الكولون أورام المعدة نذكر أورام البنكرياس الأورام الجهاز التناسي لدى الأنسى إذن الإهمال أبداً هو خطأ خطأ جسيم خطأ كبير لازم يطلب النصيحة الطبية دكتور بداية نحكي عن الحالات البسيطة أي مريض بالبيت كيف يعرف أن هذا الألم هو قصة عابرة ما بتستلزم زيارة الطبيب من خلال مثلاً مدة الألم أدى بيستمر أو شو ممكن ياخد دواء أو شو هي التفاصيل يعني موقع الألم نعم حالياً نحن بفصل الشتاء يعني بعد تعرض المريض أو الإنسان الطبيعي لشوية برد ممكن الإكثار بالطعام الدسم الإجهاد الشعر بشوية ألم بسيط ألم ماغس على مستوى الأمعاء أو مستوى المعدة شوية حموضة زيادة ممكن مسكن خفيف معموضات تشنج هون ما فينا نعتبره خطأ نركز على أهمية أنه التعنيد في أو تجاهل هذا الألم والاستمرار بأخذ الأدوية المسكنة بدون أي خلفية تشخيصية لكم يوم مثلاً دكتور؟ لا ما فينا نحدد الألم اللي بيستمر أيام هو ألم ينزر بمشكلة الألم قد تكون التهاب زايدة قد يكون التهاب مرارة التهاب ملحقات طبعاً هو باب التشخيص هو باب واحتمالات تشخيص التفريقي والاحتمالات هو احتمالات كثيرة جداً جداً بشكل أساسي نحكي عن الأمور المهددة للحياة الألم الشرسوفي قد يكون العرض الأول لاحتشاء عضلة قلبية الألم البطني قد يكون منذر لمشكلة وعائية كبيرة على مستوى الأبهر تسلق الأبهر أو أمدم بطنية هون لازم المريض ما يكابر بطلب الاستشارة ومراجعة الطبيب أو المشفى نعم صارت يعني خلينا نقول المراجعة دكتور وحدث التشخيص تشخيص بالقسم العلوي من البطن خلافاً للقسم السفلي بالنسبة كأطباء ماذا نراعي كيف نشخص المشكلة؟ وسائل تشخيصية وسائل مهمة جداً بسيطة متاحة للجميع يعني في غالبية المراكز أو المشافي يتم تقييم هذا الألم وفق المعايير اللي يجي المريض بالشك ومن شانا هلأ نحكي رقم واحد هو التشخيص المخبري سحب الدم البسيط على مستوى ارتفاع الكوريات البيضاء ينزل بمشكلة التهابية على مستوى الخضاب هبوط هذا الخطاب ينزل بمشكلة نزفية طبعاً في تحاليل أكتر توجه نحو أعضاء معينة خاصة بالكبد والطرق الصفراوية في تحاليل خاصة بالأوراة مواسمات ورمية الوسيلة المساعدة الثانية هي وسيلة الأشعة اللي هي بتبدأ من شيء بسيط اللي صورة البطن البسيطة بتعطي انطباع عن توزع الغازات في البطن بتعطي انطباع إذا فيه انسقاب قرحة نجي بعدين الوسيلة الأكثر المتاحة والمعروفة للجميع الإيكوغرافي الإيكو الذي يشخص الحصيات المرارية الذي يشخص حصيات الكلية حصيات الحالب المشاكل النسائية المشاكل البولية على مستوى المسانة حكينا طبعا عن الكلية غالبا ضمن هذه الوسائل البسيطة يضم وضع التشخيص ممكن مع استمرار الألم وعدم المريض مرتاح على العلاج أو التشخيص اللي نوضع كان ممكن يكون غير ملائم هون يجب أنه واحد ما يعند على نفس التشخيص يبحث عن مشكلة أكبر ويستعين بوسائل تشخيصية أخرى مثل التصوير الطبق المحوري مثل التصوير بالبرنان في عنا الوسائل التنظيرية الهضمية تنظير المعدة وتنظير الكولون على مستوى الجراحة لألام مزمنة مبهمة ممكن نحكي بتنظير البطل الاستقصائي غالبا ضمن هاي الوسائل إذا متبعة باستضبابة بمكانة بوقتها سنوصل لي وضع تشخيص متى ما وضع التشخيص تبدأ مرحلة العلاج قد يكون دوائي أو قد يكون جراحي بالنسبة للحالة الدوائية دكتور الشيء اللي ممكن يصف الطبيب أو الأدوية اللي ممكن المريض مسموح لإله ياخده من السيدلية وياخده لوحده نعم هلأ نحكي علميا حبوب مضادة التشنوج حبوب المسكن هي مسموحة المريض ياخده بشكل طبيعي هلأ ضمن الثقافة الشعبية العامة اللي هي خطأ طبيا للأسف بس عم تصيد يعني أنه يعتناول الصادات الحيوية أدوية الالتهاب بدون وصف الطبيب بيكون دون وضع تشخيص بدون تحليل بدون هون بيكون خطأ أما إذا منحكي عن مستوى المسكينات الخفيفة لألم ماغص خفيف لمرة أو لمرتين ما معنى مشكلة مضادات الحموضة بتتاخد في أن مرضى معروف عندهم مثلا المرض بيعرف حاله أنه عنده مثلا تشن شكلون عصبي بتجي ألام هون المشكلة لما هو بيعزي ألامه اللي هي حتكون جديدة بنوعيتها حتكون جديدة بفترة مكوسة بنوعية الألام هون لما بيعزي المشكلة لمشكلته المعروفة سابقا وما بيطلب النصيحة قد تكون فيه عنده مشكلة أخرى قد تكون فيه عنده حصيات مرارية تطورت لحصيات قناة جامعة لا يمنع أبدا تشكل ورام هون لازم دائما أي تغير ضمن سياق المرض المعروف المشخص المضبوط على الأدوية عدم استفادة على العلاج تعنيد أو نوعية جديدة أو مرافقات أخرى بشكل أساسي نزف بشكل أساسي تغير الشهية أو تغير عادات التغوط لازم هون غالباً في عندنا مشكلة جديدة لازم تتشخص نعم طيب جراحياً دكتور متى نتدخل جراحياً؟ شو هي الحالة؟ الحل الجراحي للمشاكل الجراحية الأمور الحادة عندنا الأشع هي التهاب الزائد الدودية اللي حكينا عن ألمه وأول شيء بيبدأ بيكون حول السرة أو في المنطقة الشرسوف أعلى السرة ثم ينتقل إلى الحفرة الحرقفية اليمنى أسفل البطن وعلى اليمين هون لازم تدخل جراحي إسعافي في عندنا كمان من الشائعة إسعافات الجراحية الشائعة انسقاب القرحة لدى مريض معروف عنده قرحة سابقاً وقد يكون التظاهر الأول للقرحة هو الانسقاب وهذا يستدعي تدخل جراحي عاجل وإسعافي على مستوى خراجات البطن على مستوى رتوج الكولون طبعاً دائماً هي تحتاج لتدخل جراحي في آفات الأخرى الألام المزمنة بعد ما يتم وضع التشخيص ممكن المريض يحتاج لجراحة منحكي عن حصيات المرارة منحكي عن الأورام المعدة أو الكولون أو الأمعاء ومنحكي عن مشاكل البنكرياس الورمية أو المشاكل الناجمة عن التهاب البنكرياس في نقطة حكيت حضرتك عن موضوع التهاب الزايدة يعني في كتير من الأشخاص يتداول وفكرة أنه الضغط بمكان الألم بعدين تركه بيستمر معه ألم تاني قدي دقيق وصحيح هذا الشكل من التقصي خلينا نقول للتهاب الزايدة نعم إذا نحكي عن موضوع التهاب الزايدة أكيد هذه العلامة اللي عم تحكي عننا حضرتك هي علامة مهمة جداً نسميها الألم المرتد وهنا تعني تخرج البريتواني اللي هو الغلاف اللي يغلف البطن من الداخل ويغلف الأحشام هو علامة مهمة كيف الآلية دكتور بالفحص؟ الآلية هي تحريض الضغط على مكان الالتهاب البريتواني اللي إذا نحكي عنه الزايدة هو في أسفل البطن وعلى اليمين لدى رفع اليد وتحرر تمطط هذا البريتوان يعطي ألم دائماً من أكد أنه يعني هذا الموضوع هو الكلام الطبي والعلامات حالياً وحتى سابقاً متاحة للجميع سواء على الإنترنت أو على المراجع لكن يبدأ دائماً يرجع القرار للطبيب لأنه بالأمراض بشكل عام مدائماً لازم تكون كل الأعراض موجودة وخاصة هذا الشيء إذا بدنا نعزيد نرجع على موضوع الزايدة ترجع بشكل أساسي لتوضع الزايدة اللي هو مختلف تشريحياً بشكل متفاوت في أغلب الحالات هذا الكلام بيكون موجود أحياناً قد يكون الالتهاب الزايدة فعال ومتقدم وممكن منشوف العلامات كلها يعني أحياناً رح نضل لك بموضوع الزايدة وما يشاع شعبياً يقال أيضاً أنه أي عملية جراحية قريبة بالبلبطن أو قريبة من منطقة الزايدة تزال الزايدة حتى لو هي مانة ملتهبة أو ما في حاجة ملحة لهذا الموضوع فأديش هذا الكلام صحيح ودقيق علمياً يعني فينا نحكي أنه الكلام هذا الإجراء غير صحيح طبعاً عم يتم أنه والله اشتغلنا والله كيسة موبيد والزايدة بالجوار بالحارم طب نحن شو بعرفنا أنه زايدة حتى تلتهب أو لا وخاصة إلى أكيد إلى عنصر إلى عمل بالجسم وهو عمل لنفاوي ما هو عمل أساسي استقصال الزايدة ما فيه خسارة كبيرة على المريض بس أنا بشوف أنه ما في داعي طبعاً ما حسب الرأي الشخصي حسب المراجع ما في داعي يتعرض المريض لجراحة وليس بحاجتها بنحكي عن موضوع أنه إذا كان دافع العمل الجراحي شكل تهاب زايدة إذا لم يكن هناك تشخيص واضح سواء بالإيكوغرافي أو بالطبقي لما يتم قرار العمل الجراحي فتحنا البطن كانت الزايدة طبيعية لازم تستقصال ويبحث عن سبب آخر هل هو سبب نسائي كيسات موبيد شائعة هل هو رتج ميكل في الأمعاء إذا كان هدف الدخول إلى البطن الزايدة على شكل تهاب زايدة لازم تستقصال أما إذا أنا أعمل عملية أخرى قراري هو في عمل غير الزايدة أنا غير منصوح فيه كل الشكر لك دكتور على كل المعلومات التي قفتنا فيها لليوم خاصة بهذا الفصل يمكن موضوع الألام البطنية كثير فعال وحساس اليوم أكيد جدا النصائح العامة النظام الغذائي المتوازن طبعا تعرض للبرد الأكلات الدسمة التقليل منها والتدخين ودائما بكل الأمراض الموجودة والمشقصة وحتى بالحوارات ودائما أسترس أسترس وشدة نفسية لازم شوية كل الشكر لألك دكتور لوجودك معنا لليوم